السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالتمييز أنشطة الاستثمار الصفحة 180 مرجع في رحاب اللغة العربية إذن نبدأ بالسؤال الأول أضع سطرا تحت التمييز الملحوظي وسطريني تحت التمييز الملفوظي الجملة الأولى فاض قلب ناجح سرورا إذن بالنسبة للتمييز في هذه الجملة سرورا إذن سنضع سطر واحد فقط لأنه تمييز ملحوظ إذن سنكتب تمييز ملحوظ فهو يلحظ منطلاقا من الجملة تمييز ملحوظ تمييز ملحوظ الدار البيضاء أكثر مدن المغرب سكانا إذن كذلك سكانا تمييز ملحوظ إذن نضع سطر واحد فقط تمييز ملحوظ تمييز ملحوظ تمييز ملحوظ فهو يلحظ انطلاقا من الجملة حصد الفلاح هكتارا شعيرا هكتارا شعيرا إذن التمييز هنا في هذه الجملة شعيرا وهو تمييز ملحوظ إذن تمييز ملحوظ إذن سنكتب تمييز ملحوظ حافظت خمسة عشر سورة من القرآن الكريم إذن التمييز في هذه الجملة سورة وهو تمييز ملفوظ إذن سنضع سطرين إذن تمييز ملفوظ إذن صورة تمييز ملفوظ إشتريت نصف لتر حليبا إذن بالنسبة لأتمييز في هذه الجملة حليبا إذن سنضع سطرين لماذا؟ لأنه تمييز ملفوظ إذن تمييز ملفوظ بالنسبة للجملة الموالية قدمت لصديقي كأسا عصيرا إذن عصيرا سنضع سطرين كذلك لأنه تمييز ملفوظ إذن تمييز ملفوظ نمر الآن إلى السؤال الثاني أعين التمييز وأبين نوعه إذن هل هو تمييز ملفوظ؟ أو تمييز ملفوظ؟ الشمس أكبر حجما من القمر إذن حجما إذن تمييز في هذه الجملة حجما إذن تمييز نوعه هنا ملفوظ إذن ملفوظ في قريتنا عشرون منزلا إذن تمييز في هذه الجملة منزلا إذن فهو ملفوظ نوعه ملفوظ قارة إفريقيا أكبر من قارة أوروبا مساحة إذن مساحة تمييز ملفوظ إذن سنكتب ملفوظ اشتريت من الدكان كيسا ذرة إذن ذرة تمييز ملفوظ إذن تمييز ملفوظ تمييز ملفوظ قارة أوروبا أكثر من قارة إفريقيا سكانا تمييز ملفوظ إذن سنكتب أمامه ملفوظ إذن نوعه تمييز ملفوظ غرسنا في حديقة المنزل أو منزلنا في حديقة المنزلنا حوضا نعناعا إذن نعناعا تمييز ملفوظ تمييز ملفوظ نمر الآن إلى السؤال الموالي السؤال الثالث أكمل بتمييز مناسب وأذكر نوعه دخلت الأسرة منزلها الجديدة وهي ممتلئة سرورا مثلا سرورا سرورا إذن نوعه تمييز ملحوظ ملحوظ أهدينا لأهل العريس كيسا مثلا طحينا إذن طحينا كيسا طحينا طحينا إذن نوعه تمييز ملفوظ إذن نوعه ملفوظ إذن طحينا تمييز ملفوظ الأنبياء أصدق الناس قولا 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 تمييز ملحوظ تمييز ملحوظ ما في الصحراء قدر راحة إذن مثلا ماء مثلا ماء ماء إذن تمييز ملحوظ إذن نوعه ملحوظ تمتلك أمي ثمانين مثلا ثمانين مثلا وسادة إذن وسادة تمتلك أمي ثمانين وسادة إذن نوعه تمييز هنا ملفوظ ملفوظ إذن بالنسبة لأنواع التمييز إذن في الجملة الأولى ملحوظ ملفوظ ملحوظ ملحوظ ثم ملفوظ نمر الآن إلى السؤال الخامس أو قبل السؤال الخامس عفوا إذن لدينا السؤال الرابع أجعل من الكلمات الآتية تمييزا في جملة عينبا قنطارا من قمح نفسا سكانا إذن اشتريت كيسا عينبا اشتريت كيسا عينبا بذر الفلاح قنطارا ذرة إذن قنطارا وضفناها في هذه الجملة بذر الفلاح قنطارا ذرة حصد المزارع حقلا من قمح طاب المؤمن نفسا طاب المؤمن نفسا المدينة أكثر سكانا من البادية المدينة أكثر سكانا من البادية نمر الآن إلى السؤال الخامس أكمل إعراب الجملة شاربت كأسا ماء إذن شارب فعل ماضي مبني على السكون إذن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والتاء المتحركة ضمير متصل إذن والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل كأسا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر ما أن تمييز تمييز ملفوظ تمييز ملفوظ تمييز ملفوظ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر نمر الآن إلى عفوا إذن ما أن تمييز ملفوظ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر ونمر الآن إلى أعرب طاب المغرب هواء ثم الجملة الثانية تطلب البناء طنًا إذن جملة الأولى طاب المغرب هواء طاب فعل ماض مبني على الفتح المغرب فاعل مرفوع بالضم الظاهرة على آخر هواء تمييز ملفوظ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر بالنسبة للجملة الثانية تطلب فعل ماض مبني على الفتح البناء فاعل مرفوع بالضم الظاهرة على آخر طنًا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر إذن تمييز ملفوظ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر إذن نهاية الحصة معيدنا يتجدد إن شاء الله مع باقي دروس المرجع كنوا في المعيد إلى اللقاء